تشهد كربلاء العديد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها أبرياء بأعمار متعددة نتيجة السرعة المفرطة أثناء القيادة مما اضطر مرور كربلاء لتجهيز شوارعها بالرادار لمحاسبة المقصرين كثرة الحوادث المرورية في كربلاء المقدسة وخاصة على المحاور محور بغداد وكذلك محور الهندية وأغلب الحوادث التي تحدثت عندنا في محور النجف فتم الاتفاق والتنسيق العالي مع السيد محافظ كربلاء المقدسة حول وضع رادارات متحركة وثابتة تقريبا بالعشرين تم سيد المحافظ أوعزه إلى لجنة تم تشكيل لجنة مديرية مرور كربلاء المقدسة براءة العميد هيثم وراءة رياض وراءة مهند دراسة الموضوع وإن شاء الله عن قريب تشهد كربلاء نصب الأجهزة للرادار المتحرك وثابت أرقام مرعبة تصل سنويا للجهات الصحية والمرور بسبب الحوادث أما الفترة القادمة ستجهز الشوارع بالرادار المتحرك والثابت بالتعاون مع حكومة كربلاء المحلية وهذا ما أشعر المواطنين بالطمانينة وعدوا هذه الخطوة بالمتميزة أسوة بالبلدان المتطورة باشرة مديرية المرور بالتنسيق مع محافظة كربلاء المقدسة لغرض شراء رادارات جهاز قياس السرعة ليكون في الطرق الخارجية والداخلية وكل الطرق اللي ممكن تزيد بها السرعات عن السرعة المقررة الغرض الحد من الحوادث المرورية اللي تشهدها محافظة كربلاء بالخصوص والعراق بالعموم السرعة المفرطة وكذلك عدم الانتباه وأمور أخرى تسببت بهذه الحوادث سمعنا أنه مديرية مرور كربلاء بالتعاون مع الحكومة المحلية ستنصب رادارات لمتابعة أو رصد المخالفين الذين يسيرون بالسرعة تتجاوز السرعة المقررة خصوصا في الطرق الخارجية هذه خطوة إيجابية ربما دخال التكنيوجي الحديثة في موضوع السيطرة على هذا الأمر هو شيء إيجابي الدول متقدمة دول سفقتنا في هذه التكنيوجيا لكن نقول أنها وين جاءت متأخرة ربما ستكون خطوة مهمة للحد من هذه الحوادث التي راح ضحياتها الكثير من المواطنين في محافظة كربلاء السلامة العامة واجب على الجهات المعنية وأخلاق يجب تطبيقها من قبل المواطنين للحفاظ على حياتهم من كربلاء جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر